بحث وزير الداخلية المكلف عماد ترابلسي مع نظيره التونسي كمال الفق عبر محادثة هاتفية عمقى ومتانة الروابط التي تجمع تونس وليبيا وعلاقات التعاون الثنائي بينهما وذكر المكتب والإعلامي لوزارة الداخلية أن الطرفين أكدى خلال المكالمة على أهمية منفذ رأس جدير الحدودي ودوره الحيوي للشعب الليبي والشعب التونسي كما اتفق على ضرورة عودة العمل بالمنفذ ومواصلة فتحه من الجانبين أمام حركة المسافرين في أقرب الآجال لتسهيل التنقل بين البلدين